حرب كلامية واتهامات متبادلة بين كلشدارغلو والصحفي فاتح الطيلي فاتح الطيلي ليلة نهار يهاجم العرب يهاجم السوريين يقول كثير من الاتهامات لحزب العدالة والتنمية لكن المفاجأة هنا بانه اتهامه الاخير اتى لكلشدارغلو الذي يقال عنه بانه يود العودة مرة اخرى لرئاسة حزب الشعب الجمهوري الجهي بي وانه صديق لأسجر ازال رئيس الحالي وانه يعمل جهدا على العودة مرة اخرى لرئاسة الحزب ليخرج فاتح الطيلي ويهاجم كلشدارغلو ويقول عنه بانه يعمل لمصلحة حزب العدالة والتنمية داخل حزب الشعب الجمهوري اي انه عميل لاردغان وفقا لوصف فاتح الطيلي ليخرج كلشدارغلو ويرد على فاتح ويقول عنه بانه يعمل وفقا للمال ويقول الفاظ يعني خدشة للحياة والفاظ خارجة بحق فاتح لذلك نحن امام سجال قوي بين الرجلين عمما نقلت لحضراتكم بعض ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مشاهدين الكرام وصلت مع حضراتكم لاختم حلقة ليلا برنامج رايي بشكر حضراتكم شكرا جزيلا دمتم في حفظ الله ورعايته الى اللقاء